قال هشام طلعت مصطفى رئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابدة إن مشروع ساوس ميد بالسحل الشمالي يعده نموذجا للاستثمار بين الدولة والقطاع الخاص وأضف أن المشروع سيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني لافتا إلى أن المشروع يعد وجهة سياحية أعلمية يجذب عوائد دولارية ضخمة إلى الدولة ومؤكدا قدرة الاستثمار المحلي على تدشين مشروعات تضاهي المشروعات العالمية في ظل خلق بيئة تنفسية بين الاستثمار المحلي والأجنبية